السلام عليكم زينات صباح النور صباح اليسمين صباحكم برباحكم وكل خير وخمين ان شاء الله في بيوتكم وفي مراحكم جيت نطلع عليكم حبيباتي بهذا الفيديو اللي نتمنى انه يلقاكم كاملة بصحة جيدة ومهنين وبخير وعلى خير وكل وحدة سألت علي وكتبت لي تعليق جميل وقلها ربي زيني ايامك ويسأل عليك الخير ولهنى والرباح قلوا كاملة امين هذا فهل زين مع الصباح على بلكم يا ابنا تبلك لغم تقبط عليك وتشوفوا لفاديالي لكن الحمد لله راني امنيحة ارضو بالكم برك انتوما يعني كما يقولوا الوقاية خير من العلاج اخي هكذا خدوا لزاق غرم شربوا لتيزان التعقيم لانه راهي وشو نقولكم موجاتا ايون غريب راهي دايرة حالة ولفتت لغريب تغلط في الدار يعني الدار سيبون يعني لازم تسلم على مواليها كاملة لكن مالغريتوسة ما زلنا مع المقاطع التحفيزية ما زلنا مع النشاط والحيوية كي مارا كو تشوفوا البناتش حال من مرة نقرة يعني تعاليق تعا انسا معايا يقولوا لي هاد لي بورت كوليسان تعا دوشي تانيين دائما تقعد من ضبا شوفوا يا البنات تتبعون هايا على بلكم بلك الحمام راهو ليك فيه العبابة غدوش كونو تراكمات تعا الكالكير المسخون وين المسخون راح يكون الكالكير سيبو خصال لي كي تعاولي على زجاج يعني مرة مشيتو حيتمسحي بالبروجويتا زجاج نو ديري لو رغوة رغوة بأي صابون تحبيه كيما نكوشتو درت هادا جابال الرغاوي ودرت لو رغوة مسقما فهمتوني يعني نحيلو هادو كالتكلوسات والتراصوبات ومبادا مشي نجووز بشي فان ميكروفيبر نون نشلل بالما كي مشتو لما لازم يهبط هاكدا بشي روح لكم يعني اللي بتاتخة أنا قول بتاتخ حاولتو يعني ديرو البروجويتا زجاج راهو نون التراصوبات والكالكير لافا بغدوش سالان دروا وين ندوشو سكيفي لازم لورغوة بطبع ده تنزن تن ابخي بار اكزمبل والحالة كي تكون فريشكا هاكا كون ضيفا نقدرو نجوزو هادو كاليامات نجوزو برك بخوجوي هاكدا ومنيدل لكن الاساس هو تفحفح البنات كي باراكو تشوفو المور غاوي بشي تنضف البنات ودائما الحمام البناتانا كين فحفحو عندي هاد المعطر والمنظف تخلص واحدة ندير واحدة نحبانا هادك تعلافوند ولا هاد يعني كاملة يدلقو رائحة جميلة مامل غادياتا غلبنات لإينوكس هادا تاني كونت ننضف فيه حاولت نديلة قطط لكن مرايا كونت نبنت خيط خيبية اسكيفي خليتلكم النتيجة بشي قادي بريها كاللازم نخلوش تراصوبات تاني كنمسحوه بطبع وكي لازم له غسله نغسله لكن نشفوه يزمي نشف بيسر يكون طافي والا هادي هي بدلت بيسر السربيتها دي كل صباح لازم تتبدل نقيتها فحفحتها ويمزين قيل وكان يبقى يعني نضفها كيما هادي يوتيها مثل عريق مثل جميل كيما اللي مارفا قوله لكم وتعملي نازما واخر حاجة فراش شوين البنات لاباني هادا يريح ريحان ما شاء الله التعطير بعد التنظيف هو اللي مدنا النتيجة للدوم فهمتوني أنا هكذا السالدوبا مش نهار اللي درت فيه نهار اللي ندير فيه كل شانا كيما العادة كيما نفس المبدأ اللي نديرو في الكوزينا هو اللي نديرو في السالدوبا هو اللي نديرو في الشامبخ كل مرة ندير حاجة يعني كي ندخل السالدوبا زع ما عولت اليوم ندير رغوة من جهة تدو شيء تاليان تا ما كرغوة الباقي نجوز مرور الكيرا ولو انو ليساني تاغ لازم لها تنظيف يومي لكن كي تكوني كل يوم نقصت على روحك حاجة يعني آفا يعني الشغل يجيك يعني من أروع ما يكون ومن أسهل ما يكون لوني تانا كان جوز خورش فالله الله اللي غليت ونقيتوا بيانسر نحيتلو الخيوط ديالو ودرتو في غليتو في الماء والقارس بيانسر كيت نقوه ردو البال حكم ليح القارس في ديكم ولا كاريمن ديرو ليغون ومبعدا غليوا هدوك رح ينوجدو المريقة على بركم جواز خرشف يعني هاد الطبق التقليدي ديالنا يحب شوية تعلحم الغنمي مش دي كونتيتي لكن طابع ديالو لحم الغنمي أبخي كل واحد ومقدورو الطرف جاج ولا هكدا كان هجال ونتي طيبتيه وتوقفيه بكتري برك شوية تعليدة تت شوية تعسمن شوية تعزيت حطيت نصيب تعلحم الغنمي قليتو في هادا كليدة مدرت عليها بصيلة ونديلو الملح أنا نخلي البصل ديالي يدبال في الملح هو البصل يدبال تخيط خيبيا وانا نديلو القرفة والفلفل لكحل كيت قلات خيبيا حطيت لحميصة ونمرقت مرقو قسمي طيب أنا كان عندي هاد ال وشو نقولكم هاد اللي كوت هادو كانو حبق يعني طيبو بالخف الجوازات هادو ما يحبوش المرام الراقة مرزاقة لا لا ولا عميابراك ولا شورورو يحبو كمام مريقة تكون من لبيا وما تكون ناش فا ما تكون تاني كقلت لكم زغلي ولا ما يغلي أنا طب تلحي متاعي وانا الخرش فون بغلال شوفوا كيفاش يجي اللون ديالو حطيتو يتجمر فاديك المريقة مدة واحدة دي مينيو تاي كاغدغ ونحن نوجد العقدة العقدة التقليدية ديالنا لطبع ديالها صافار رحبيب أولاد الجاج المعدنوس والقارص ونكونون حين شوية يعني يقي صغرير فاككة المرقة ونخلطو كلش المرقة برك يعني خلوها تبرد ولا بردوها بشوية تعلما ياخي هكذا أكو تشوفوا ما كاش ما أسهل هذه هي العقدة ديالنا الرائعة والا دركة هنا أكو تشوفوا الخرشف راهو طاب الزبدة الحميصات تاني طاب الزبدة أنا زيت شوية مع ديالو وحطيت العقدة ديالي وهكذا طبق ديالنا راهواجدت تدخلوها تتجمر مدة دقائق خمس دقائق ولا تشوفوا هذيك المرقة ولا تملبيا هذه هي العقدة اللي كانوا يعقدوا بيها طواجن ديالنا سيختوف الزمان هكذا تاع البرد هذو هما الليسوس بلونش هما المرقة يعني ما كاش طماطش وليسوس غوش ورجين غرس الليسوس بلونش اللي كانوا يطيبوا والخضرات تاع الموسم وشو نقولكم قد ما نقولكم البنة تحاد الطابق يعني اللي ميشي مالفات طيبو طيبو ترجع لي بالخبر يجي بزف بزف بنين شاهدكم إن شاء الله في البنة شاهدكم في البنة هكو شوفوا يبدأت شاهدكم في الجنة إن شاء الله يا ربي وهذا هو بالنسبة يعني الوصفة الأولى ده وصفة معروفة على كل حال وكنتلقى هذي الوصفة وحدها يعني في البداية تديلي هذي الوصفة قدرتهم وحدهم وبالنسبة للعقدة اللي تحب تعقد أرى يتعقد طويجن ديالها اللي ما حبتش ما فيها بس يعني نقدروا نعقدوه ونقدروا لا لا هنا حبيت نشارك معاكم هذي المومون اللي كنت نرتب في الصاشيات أنا كيكتر عليها الصاشيات ونشوفهم باللي الدولي الفولي يعني الدولي مكان ندي معاهم وقيت وننضمهم بهذا الشكل بش هكذا ما يدوليش الوقت اللي بنات يا أخي هكذا وذكروا حد تستغلوا معايا وصفة تعروز لبنات روز بنين وساهل تقدروا تلافقوه باش حبيتو هنا درت كمية كومة من لبس بها تالزيت حطيت فيها البصل حطيت فيها حبة تعفلفل حارك وتعرفوا الفلفل تعذر كاراه وجاي أحمره يعني ما تخافوش يتلقى الحرارة درت معاه نص حبة تعفلفل حلو درت معاه تانيك زرودية اللي سكر فشتها وحبة طماطيش لقطعتها مربعات كلش حطيتو فيها داك اللي دام حطيت معاه الملح فلفل لكحل الكوركم الكوركم منبش لغي ديالي الروز ديالي يجي اللون دياله صفر وتقدروا ديرو تابلتها الدجاج أنا لكنت الروز ديالي مش مخاتو قطرتو يعني صفيتو وحطيتو معاه هاداك الروز يتقلب ليدام ديرو ليدام ديرو واحد تلت معارف كبار ولكو حابين الروز يجيكم فارك ويجيكم بنين ديرو معاه تلت مغارف كومم كبار تاعمك لتازيت ومبعدها مرقت حتى تغطى الروز ديالي بطريقة اللي راكو تشوفو فيها ورحت البنات تنوجد يمبتيت مغيناد للجاج اللي راحين ديروه في المقلات الهوائية مولينكس اللي شفتوها معايا تتبيلا اللي درت فيها توم درت فيها توابل اكو تعرفو تابل تعداجاج درت العكري يعني ديروه اش حبيته شوية كوركم مثلا ودرت عصره الشابة تاعمق رس درت الماء ما درتش الزيت لانا راحين هنا نوري لكم هادي المقلات الهوائية شحال قدرت ترفضلنا لبولي انا درت ستة تاعم لمغسوط بولي ودك نصدفوهم كيف كيف في المقلات الهوائية هي دوب خيپيرون سنتوما ماريني والجاج ديالكم مع الصباح ومبعداتيك يعني خلوه كيجو طيبو فطركم ولعشاكم وحطوه يجيكم بزف ابنين ها هي ديك المقلات تقلبت هاديك لاغري على الوجش الاملس ديالها وبديت نصدف جاو بزف تساؤلات في القناة اسكو هاد المقلات الهوائية صغيرة بزف شوفوا البنات مراهي صغيرة صغيرة هما كاتبين في الكارتونة يعني توكل ستات على البيخصون شوفوا لسيموخصو كنت قادرة ندير زوج واحد اخرين ها شوفوا يعني ترفد دنا درت سيموخصو يعني بلوسا درت هما يقولوا ميتين دراجة لكن أنا أبخي درت ميتين دراجة عاو تنقصت وديروها ساعة لكن أنا قبل ساعة لأنو لمقصو تبولي تاي كانو صغار ديرو بيان في بلكم التوقيت راهو كيما الفوق على حسب الكبر ولا الصغر تاع الجاج ديالكم لكن يتحمر ويطيب وشو نقولكم يعني ما شاء الله المقلات الوائية لبولي مثلا ما ملطيبتي الجاج ديالك يعني في القدرة ولا في طنجرة بعدك تحطيها زوج دورات يتحمر وما ينشفش ألوغ فالا شوفوا الروس ديالي الله يبارك كيفاش جاء يجي فارك على حباو يجي بنين هذي الوصفة وحدها بلا الجاج تقدرو ديفا ما يكون عندنا والو ونحيرو وش نديرو شوفوا هنا ننوري لكم باللي قبل ما لحقت الساعة طاب الجاج وتحمر نتوب عبرك ما تنسوش أنكم كيتفوت نص ساعة ولا يفوتوا بامين تقلبوه الجيهة الأخرانية بش الجيهة الأخرى بش الجاج ديالكم يجي محمر من كاملة الجواية وشوفوا هذيك الأساس يعني إنسوش الله يبارك اللي نرافقوا بها لبولي تاعنا والروز ديالنا وشوفوا هاهوليك الجاج كيفاش طاب يطيب تخيط خيبين انتي يعني الناس اللي ماشي مالفا مع المقلات الهوائية الجاج ديالك ولكان صغير المهم تعسيه انتي تدخلي الموس تشوفي خلاص طاب بالشكل اللي ركي تشوفي فيه وانتي تطفع لها مشي ما تاك يقول لك ساعة هي ساعة هما يمدو لك وفي هذه المقلات تعموني ناكس تاكوزين شاب وكلش غرافي يعني في الفوق تا المقلات الهوائية هادي يا حبيبات قلبي بالنسبة لفيديو تاليوم إن شاء الله نالت الإعجاب دلكم وإن شاء الله تقدر تنفاكم ودركا ونقولكم تهلوا في روحكم تهلوا في صحتكم وإلى فيديو مقبل دمتم حبيبتي في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته